النهاردة الحقيقة أو كل الناس الفترة اللي فاتت كانت بتتكلم على أداء النادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام مونتر ريل مكسيكي بكرة مباراة مختلفة يا أحمد بكرة مباراة أصعب بكتير من المباراة السابقة طبعا فريق بالمراس ده أول فريق حق أكوبا لبرتادورس مرتين متتاليين من سنة 2000 و 2001 من بوكا جونيورس ففرقة طبعا بطل أمريكا الجنوبية فريق قوي جدا جايين كمان أنا شايف أن الدفع بتاعهم مختلف عن السنة اللي فات يعني دي نقطة مهمة جدا هما السنة اللي فاتت لعبونا بعد ما خسروا نص النهاية وبيلعبك على الثالث والرابع فكانت الدوافع بتاعتهم أقل السنة دي هو جاي عينه حاطط حلم أنه يوصل النهاية ويأخذ البطولة فالدفع عنده أكتر الحاجة التانية اللي تديك دفع أكبر أنه جاي عايز يأخذ بالسقر من الهزيمة بتاعت السنة اللي فاتت بتاعت البطولة الماضية فكل فالدفع عندهم كبير جدا آزاد وطبعا الفرقة اختلفت كتير تكتكيا هنبص الأول شايف كبال أن هما طريقة اسلوبهم وطريقتهم في الحوار حتى في البرازيل في الصحف وفي الكلام ده محترمين جدا الموضوع مختلف عن السنة اللي فاتت شوية منهم يعني لكن هما تعالى نشوف بقى هما اختلفوا السنة ايه السنة اللي فاتت بالتشكيل يعني عن السنة اللي فاتت أول حاجة طبعا هما عندهم في حراسة المرمى عندهم حارسين الحارس وفيرتون ده الحارس الثالث في منتخب البرازيل بعد إدرسون وبعد أليسون بس هو تقريبا هو اللي بيلعب أساسي في الفريق هو اللي بيلعب أساسي بس ماتشاط الدوري بيلعب الحارس مارسيلو في الفترة الأخيرة طبعا عشان هو راح مع وفيرتون راح مع منتخب البرازيل هما بيلعبوا بي الاربعة اتنين تلاتة واحد ده اسلوب لعبهم الاثنين المساكين موجودين من السنة اللي فاتت جوستاف وجوميز وده الكابتن ده من براجوي عنده تمانية وعشرين سنة ولوان المساك التاني ماركوس روكا في بعض بينطاها روكا وبعض روشة والباك ليفت جورج ده جورج ده كان موجود السنة اللي فاتت ماتياس فينا الجناح الخطير الظهير راح لعنهم وجيه مكانه جورج نيجي ليه الاثنين اللي ارتكاز نركز قوي قوي في اللعاب اللي جاي ده دانييلو ده كان رايح الارسنال وكان عنده عرضه من منشستر يونايتد في يناير اللي فات احسن لاعب ارتكاز صاعد في البرازيل ده عنده عشرين سنة لعب مميز جدا 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 وهو مفتاح بناء الهجمة هو اللي دايما بينزل لتحت عشان يبني الهجمة دايما انا بفكر طب مسيماني انا مستني المسيماني هيتعامل معه ازاي مين المهاجم اللي هيقرب منه زي مكان كيروش بيعمل مصطفى محمد بيقرب من نوريدي بيقرب من سفيان مرابط بيقرب من جانج ميشيل سيري مين اللي هيقرب منه عشان امنعهم برضو امنع الخطورة من بادري طب هو بعد اذن هدرك ممكن مثلا مستر مسماني يرحل ويقابل من نص ملعبه طبعا هو بالتأكيد هيقابل ميت بلوكس هاي الماتش اللي فات بس انت هم هيكونوا ضغطينك كابتن امن بس لما اللعيب الارتكاس هيبقى وقف هنا لازم بيكون واحد بيقرب له بحيث ان انت بتمنع الخطر من بادري لكن انت اكيد هتلعب ميت بلوكس هاي المباراة اللي فاتت وهتعتمد على الهجمة المرتدة ده بالتأكيد لانه بالمراس بالربط هنا الاتنين اللعيبة دول سواء دانيلو او جوستافو جوميز البيلدينج اللي بيتعامل هنا من جوستافو جوميز دايما في الخط الاول لبناء الكورة ده ده الخط التاني بالربط بالمثال اللي انت ده ربطه بمصطفى محمد بتاعجيان مشيل سيري مصطفى محمد في منتخب مصر كان بيتحرك دايما هنا في المنطقة دي المنطقة ما بين اللعيب الرقم ستة اللي بيعمل البيلدينج في الخط التاني واللعيب رقم واحد اللي هو جوستافو جوميز هنا في الحالة بتاعتنا فطاهر غالبا لو هو اللي كان موجود بكرة هيتحرك دايما في دي دي نقطة مهمة جدا الحاجة مش شرط ان انت تمسكه مان انت ممكن تمنع زوايا التمرير بتاعته بتحلق عليه من بعيد طبعا اللعيب اللي جنبه ده موجود برضه من السنة اللي فاتت زي رفايل لعيب كويس وزي رفايل ده مميز اوي بان هو بوكس تو بوكس بيكمل جوه دايما عنده حتة الزيادة نيجي لرفايل فيجا صنع الالعاب المميز جدا برضه بالتزديدات وكان واخد لعب العام في الدور البرازيلي عام 2019 لعيب كويس جدا 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 نيجي بقى الاهم لعيب في الفرقة واللي كان موجود السنة اللي فاتت في الدحيل القطري الجناح الايمن دودو دودو هو طبعا اهم لعيب في الفرقة ودايما بيخش الجوه دايما بيخش دايما كده انا يعني معلول ايمن اشرف محمد مغربي اي واحد فيهم حيمسكو ما سيبوش يخش الجوه خليه دايما يطلع لبرا وهنتفرج ليه هو بالحالات هنشوف ايه خطرته لما بيخش الجوه نيجي وللنحيا التانية جوستافو اسكاربا رقم 14 ودا مميز بالعرضيات اوى يعني ده اكتر يعابة يعمل بال معرضيات هو دودو دايما فتح الملعب يعني دودو دايما فتح الملعب ويخش الجوه لكن اسكاربا دايما على الطرف وعايز يعمل العرضيات نيجي ليه راس الحربة والموجود من السنة اللي فاتت معاهم روني بس الفرق ما بين السنة اللي فاتت والاسنة دي في مركز روني centersرونيierte ام intanto كان بيلعب جناح يمين وجناح شمال. السنة دي تم توظيفه كمهاجم. اللي كان عندهم لويس أدريانوس سنتر فهو كان بيرحل إن هو في الأساس وينج. صح. كان السنة دي جاء بيلعب هو روني بيلعب كمهاجم وهمي. دايما روني بينزل يستيلن دي الحركة بتاعتهم دايما. روني بينزل يسقط لتحت دايما ويه دودو بيخش لجوه دايما دودو بيخش لجوه. فأنا لازم خطورة النقطة المهمة جدا دودو مين اللي حيمسكه. مين اللي حيخش لازم يخليه يطلع لبرة زي ما هم عندهم دودو ده سلاح مهم جدا. لكن أنا بشوفه أكبر نقطة ضعف بكرة في فريبة المراس هو دودو. في الريباوني في الرجوع. ليه بقى؟ والكورة معاه شكل كبير ومهارة وحريف وبيعمل حاجات غريبة. هنشوف دلوقتي لقطاته وبيرقص وبيشوت وبيعمل حاجات غريبة. لكن والكورة مش معاه ما بيدافعش تماما. مش موجود. عشان كده دايما الحتة ديت ديت إن شاء الله دي لازم لازم نستغلها. يعني الحتة اللي هي عند ماركوس روكا اللي احنا عملنا عليها دايرة اللي هي المساحة اللي وراء في ظهر ماركوس روكا. في ظهر ماركوس روكا الحتة دي بالزبط ايه؟ دي هتبقى إن شاء الله سلاح من خلال انطلاق معلول فيها. طيب هل الباكين يا دكتور هل الباكين من وراء بيتيروا زي ما لعبنا مثلا في فرت مونترايل مكسيكي؟ يتيروا. كانوا قيرين من بداية المباراة الأخيرة. صح، رون ده دايما بجورج دايما بيتقدم وماركوس روكا دايما بيتقدم. بس تحديداً هنا الجابهة اليمين أنا بشوفها نقطة ضقاء نقطة قوة دودو لعب حريف جداً ودايماً بيخش الجوة ودايماً مهاري ودايماً بيصنع فرص كتير لكن ما بيرجعش يدافع تماماً دودو لعب البرازيلي فدي نقطة مهمة النهاردة انت عندك معلول احنا شوفنا مسيماني في المباراة اللي فاتت دايماً بيجمع اللعبة في جنب وبيلعب على الناحية التانية اللعبة دي لو قررت بكرة اعتقد ان هي ممكن ان شاء الله كون سلاح الفوز وخلينا إعجابة على سؤال الكابتن برضو انه ماركس روكا لما بيطلع استغلال لان دودو دايماً بيشتغل انسايد هو لعب لاين بالزبط نفس الطريقة اللي كان بيلعب بها المتخب السناغال المبرح بالربط يعني ساليوسيس كان بيطلع من ناحية الشمال لعيب لاين طول الوقت شغال على الخطس ليه لان الوينجر اللي قدامه علشان يفتح المساحة للعيب ده لازم هو يبقى بيشتغل انسايد فهو بما ان دودو بيشتغل دايما انسايد فماركوس روكا كده واحد من اكتر لعيبة اللي عملت عرديلات كبرس انتجي في الدورة البرازيلي السنة اللي فاتت ماركوس روكا واحد من لعيبة اللي عندهم الخ برات هو واحد من كبات الفريق بيشتغل دايما على اللاين ويشتغل في دي فهو اسلاح زو حدين هما هيتقعوا كتير وهيشتغلوا كتير في المنطقة دي لكن وجود عالي معلول واحمل عبدالقدر في المنطقة دي اكيد ان شاء الله هنقدر نستخدمه يعني بس نقطة مهمة جدا عايزة اقولها علشان بيبقى كل جمهور اللي قال يعرفها هذا الفريق اكثر التزاما من الناحية التكتيكية جوه الملعب من منترية كابتن ايمان بمعنى زي ما الكابتن ايمان قال انه مباراة منترية احنا الحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا نلعب على هجمات المرتدة كل الهجمات المرتدة اللي كنا رحيم بها كنت ممكن تبقى جوه يعني كنت ممكن تكسب سكور مثلا 4-5 مرات المرات السابقة لان انت لو روحت 4-5 مرات اللي 4-5 مرات كانوا خطر فريق بالميرس اكثر تنظيما من الناحية الخططية واكثر التزاما من الناحية الخططية